اخواتي في كل مكان في الغرب الرواتب شهر 8 نزلت طمانونا عليكو سعدة ولا عاملين ايه انا جايبلكم مطعم جامد شعر اضرب بالخمس يعني بالمختصر المفيد اللي له في الاتيكات يخليه في البيت مطعم بالنسبة لي لسه جديد تقدر تقول كده مطعم نينجيا مطعم جامد والمطعم فاتح من خمس شهور بس انا لسه عارفه دلوقتي وده اول مرة لان انا جربه بس باذن الله مش هتوبه اخر مرة ومكانهم في عين خالد في بروة تجار جنب السوق الصناع لطول وعندهم اعداد ريئة عبارة عن ترابزات وكراسي بس دي ما تهمنيش في حاجة انا عن نفس بفضل يا اما الاعداء الخارجية اللي في الرواءان بره قدام المطعم يا اما الاعداء العربي اللي بقعوا اتفاع الارض اللي بتحسسني وبتفكرني بأيام زمان والمطعم اسمه عربيان ومطعم بيعمل اكلات من جميع انحاء العالم وعندهم حتة شو حلوة او كده هم بيقدموا لك الاكل وخليتهم يعملوا لكباتشين والحد مضرب الاكل بتاعي اللي كان عبارة عن طبق كشر مصر كبير واربع سندوتشيات كبدة ونقول بسم الله ونبدأ بالكبدة اللي كان سعر السندوتش تمانية ريال وكانت كبدة عجالي والسندوتش حجمه مناسب جدا وكان مليان كبدة واديله تمانية ونص او تسعة من عشر والمطعم موجود على طلبات ورفيق وسنون والبلدي ونخش على طبق الكشر المصر بقى كشر مصر عادي زي اللي احنا عارفينه في مصر كده بس الطبق ده تحسه بني ناس شوية تحسه مكمل تعليمه بره ومن الحاجات الكويسة او في المطعم بصراحة هو الدكور بتاعه بجد دكور ماشاء الله في انطباع الفخامة بجد كان نفسه اشتغل الشغلانة للواحد فابيقق مع لابتوب ويقعد بفي مكان فخم زي دي اعمل شغله اي نعم انا ما اعرفش ايه يا الشغلانة دي ولا عند لابتوب من الاساس بس لازم الواحد يكون طموح وكالعادة بتنسوش تصلوا عنا بتحتي في التعليقات والفترة الجاية لو تحبون انا اجرب اي مطعم او اي مكان سياحي انا في قطر ياريت لو تعرفوني وطلعت اضرب الكاباتشينو بتاعي في القعدة الريئة اللي بره او مقبول وكل حاجة بس بصراحة انا ما بحبش اي حاجة يكون سكرها بره سواء شاي نسقافيه كاباتشينو ومش عارف انا الواحد اللي كده ولا في ناس كتير زي وللامانة المطعم جميل وفخم ولو تحبون انا اروح مرة تاني علشان اجرب وجبات الغدى من عنده ودي بعض صفحات من المينيو بتاعه بس كده يا صاحبي واشوفك على خير الفيديو الجاي سلام